بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين نرجع للصفحة الثامنة والخمسين قال ورد في جواب سابق أيضا جواز استماع الموسيقى التصويرية ما هي الموسيقى التصويرية؟ عرفها بقوله التي تصاحب مشاهد الفيلم عادة هذه الأفلام المسلسلات عادة إن لم يكن دائما تصاحبها موسيقى تصويرية يعني المشاهد الفيلم على اختلافها تكون هناك معها موسيقى هذه الموسيقى هل يجوز الاستماع إليها أم لا؟ السائل يقول أنتم أجبتم بأنه يجوز الاستماع فالآن يريد أن يستفسر أكثر عن هذه الموسيقى قال هذا الحكم بالجواز هل يشمل كل نوع من أنواع الموسيقى التصويرية ويؤخذ بإطلاقه أو عمومه؟ والحال أن الموسيقى التصويرية في الأفلام لها أفراد عديدة وهي مختلفة باختلاف الأفلام وبتنوع لقطاته وكثرة مشاهده فمنها ما يكون مصاحبا لمشهد للقتال أو المطاردة أو للطبيعة أو للخوف أو للذكريات ومنها ما يكون مصاحبا لمشاهد الحب والغرام مثلا فتكون الموسيقى التصويرية متناسبة مع هذا الموضوع طبعا هو السائل واضح أنه من البداية المصاحب للقتال والمطاردة والطبيعة والخوف والذكريات هذه فرزها كأنما هذه واضح أنه جائزة وإنما الكلام في هذا النوع الثاني أنه الحب والغرام وما لا ذلك فقال وقت تكون بحد ذاتها هذه المصاحبة لمشاهد الحب والغرام تكون بحد ذاتها من دون المشهد المعين من دون النظر إلى المشهد هي بحد ذاتها تكون مثيرة أو لهوية فهل يشملها الحكم السابق بالجواز طبعا الإنسان المتدين أصلا لا ينظر إلى هذا المشهد الغرامي ومشهد الحب فضلا عن أن يسأل عن الموسيقى المفوض بالإنسان أنه أصلا لا ينظر إلى هذه المشاهد أذهب إلى الجواب وأرجع إن شاء الله في السؤال الثالث قال في صفحة 61 الجواب يختص بالموسيقى التصويرية غير المشفوعة باللهو والإثارة أو المستبطنة لهما أو لأحدهما وإلا كانت محرمة طبعا نحن نستفيد من الفتوى فتوى سماحة سيد السيستان نفس الكلام بالنتيجة ما يناسب مجالس أهل اللهو الموسيقى بحد ذاتها ليست محرمة إذا كانت هذه الموسيقى مناسبة لمجالس أهل اللهو فهنا تكون ماذا؟ محرمة إذا لم تكن مناسبة لمجالس أهل اللهو فلا تكون محرمة وكم وقلنا أنه التشخيص وبنتيجة على المكلف طبعا هناك كلام مهم لعله في كتاب الفتاوى الميسرة للسيد دام ظل له يعني المطابة اختفاتها سماحة السيد دام ظل له وكذلك كتاب الفقه للمغتربين طبعا هذان الكتابان يعني ينبغي العناية بهم لأنه من نتيجة فهمهم يسير وفيهما سلاسة وبساطة واختصار وفي نفس الآن معلومات كثيرة ومفيدة جدا في حياتنا الاجتماعية اليومية إذا استطعتم أن تنقلوا بعض الفتاوى الخاصة بالغناء فجيد جدا قال طبعا أنا عندما أقول تنقلون يعني قصدي أنه تنقلونها في التعليقات يعني قال ذكرتم في بعض إجاباتكم الشريفة السؤال الثالث صفحة 59 ذكرتم في بعض إجاباتكم الشريفة مصطلحة الشبهة المفهومية والشبهة الموضوعية وحيث أن المفوض وحيث إن وحيث إن أغلب المؤمنين لا يعرفون معنى الشبهتين فضلا عن معرفة الفرق بينهما فالرجاء التفضل ببيان ذلك مقدمة لتطبيق المكلفين والتزامهم بالفتوى ولكم فائق الامتنان وعظيم الاحترام وأرجو أن لا تنسونا من صالح دعواتكم إلى آخره نعم جواب السؤال الثالث صفحة 61 قال الشبهة المفهومية هي التي يكون اشتباه الحال فيها ناشئا من إجمال مفهوم الموضوع الشرعي ومعناه طبعا المطلب فيه شيء من الصعوبة كما سوف يذكر سماح تستيد دامو أنا أوضحه بهذا المثال أولا أوضح الفكرة وأأخذ مثالا واحدا وأطبقه وهذا المثال سوف يذكره السيد دامو ظله الشبهة المفهومية هي من اسمها شبهة مفهومية يعني هناك هناك اشتباه في المفهوم هناك عدم وضوح في المفهوم في المعنى معنى هذا الشيء غير واضح قلنا في التسجيل السابق قلنا هناك موضوع وهناك حكم هناك موضوع وهناك حكم الآن نأتي إلى هذا الموضوع نأتي إلى هذا الموضوع نقول هذا الموضوع له مفهوم يعني الآن فلنأخذ موضوع الغناء الغناء وحرام الغناء هذا موضوع وحرام هذا حكم جيد الغناء له مفهوم مفهوم لهذا الغناء واضح وله مصداق خارجي أتوقع أن المثال فيه شيء من الصعوبة نرجع إلى مثال الخمر مثال الخمر الخمر موضوع حرام هذا حكم جيد هذا الموضوع له مفهوم ما هو الخمر أنا أسألك ما هو الخمر ما هو معنى الخمر معنى الخمر ما هو تقولي الخمر هو المسكر أو العصير العنبي المسكر أو المسكر المتخذ من العصير العنبي بالنتيجة تعريف لا يهم الألفاظ فالمسكر المتخذ من العصير العنبي هذا نسميه بالخامر جيد هذا مفهوم وعندنا مصداق خارجي هذا السائل أمامي خمر هذا السائل مصداق لمفهوم الخامر واضح إن شاء الله أو لا أدري فأأخذ مثالا خارجا عن محل كلامنا الآن الكتاب الكتاب له مفهوم في ذهنك وله مصداق خارجي وهذا الكتاب الذي أقرأ به كتاب نهج البلاغة له مفهوم في ذهني وله مصداق خارجي هذا الذي الآن ماذا أمسكه بيدي فالشبهة المفهومية هي التي تكون في المفهوم في المعنى عدم وضوح في المعنى تقول لي ما هو الخامر ما هو الغناء لا أعرف ما هو الغناء هذه شبهة ماذا مفهومية تقول هل الغناء لا أدري أنا هل الغناء هو الذي يناسب مجالس أهل الله أم الغناء هو الذي فيه ترجيع كما يقولون ما هو الغناء أنا متردد هذا الذي نسميه بالشبهة المفهومية أأخذ مثالا أوضح دائما يمثلون به والسيد داما ظل يمثل به العادل العادل أنت تقول ما هو العادل العادل يجوز أن أصلي خلفه جيد ما هو العادل مفهوم العادل ما هو هل تريدون بالعادل هو الشخص الذي ترك الكبائر كبائر الذنوب يعني الذي يرتكب صغار الذنوب لا نسميه عادلين أم تريدون بالعادل هو الذي ترك كل الذنوب وفعل كل الواجبات بنتيجة ما هو مفهوم العادل أعيد أعيد الآن عندنا مفهوم العادل تقول لي شيخنا مفهوم العادل غير واضح عندي ماذا تريدون بالعادل هل تقصد من العادل هو الشخص الذي ترك كبائر الذنوب بحيث إذا كان يفعل الصغائر فهذا لا يؤثر على عدالته أم تريدون من العادل هو الشخص الذي ماذا الذي يترك كل الذنوب سواء كانت كبيرة أم صغيرة هنا أنت عندك ترديد في مفهوم العادل نفس المفهوم غير واضح واضح إن شاء الله هذه نسميها بالشبهة المفهومية عندنا شبهة أخرى تسمى بالشبهة الموضوعية الشبهة الموضوعية هي الشبهة التي ماذا يكون الاشتباه فيها ناشئا من اشتباه الأمر الخارجي كيف يعني؟ الآن أنت تقول لي شيخنا أنا أعلم بأن العادل هو الذي يترك جميع المحرمات ويفعل جميع الواجبات لكني لا أدري هذا زيد الذي يصلي في المسجد لا أدري هل هو عادل أو لا لا أدري أقول لك لماذا لا تدري تقول لي لا يعني هو ظاهرا شكله جيد لطيف متدين لكني أشك أنه يفعل المحرمات ولا أعلم بذلك كما أني لا أعلم لا أعلم بأنه ماذا؟ بأنه لا يفعل المحرمات بالنتيجة أنا شاكل مثلا رأيته أنه دخل في مكان فيه محرمات ولا أدري هذا الدخول كان معذورا فيه كان ليس معذورا فيه كان هو دخل لأجل الحرام أو لشيء آخر هذا نسميه شبهة ماذا؟ موضوعي الاجتباه في الموضوع الخارجي في المصداق الخارجي نفس الكلام نطبقه على الغناء الغناء تالتا نقول مفهومه غير واضح عندي وتالتا نقول مصداقه غير واضح عندي ما هو الحكم في هاتين الحالتين؟ نقرأ ما ذكره سماعة السيد قال الثالث الشبهة المفهومية هي التي يكون اجتباه الحال فيها ناشئا من إجمال مفهوم الموضوع الشرعي ومعناه كما قلنا من اسمها شبهة مفهومية هناك إجمال وعدم وضوح في المفهوم والمعنى قال كما لو تردد معنى العادل بين مجتنب الذنوب الكبيرة فقط ومجتنب جميع الذنوب حتى الصغيرة لا أدري هل العادل مفهوم العادل هو الذي يجتنب الذنوب الكبيرة فقط بحيث إذا فعل الصغير لا يؤثر أم هو الذي يجتنب جميع الذنوب لا أدري هذا شبهة مفهومية مثال آخر أو تردد معنى السكر ما هو معنى السكر؟ بين خصوص فقد العاقل والأعام منه ومن حصول النشوة والانشراح بالوجه الخارج عن المتعارف فالآن عندي سائل يفيد ماذا؟ عفوا يؤثر فقد العاقل جيد هذا مسكر لكن عندي سائل ماذا؟ لا يوجب فقد العاقل وإنما يوجب النشوة والانشراح بوجه خارج عن المتعارف معنى السكر ما هوه؟ هل هو السكر معناه فقد العاقل؟ أو هو يشمل ماذا؟ حصول النشوة؟ لا أدري هناك ترديد طبعا هذا مجرد فرض وإلا المسألة محققة عند الفقهاء قال أو تردد معنى النهار بين ظهور النور الفجري وخصوصة علوع الشمس ونحو ذلك هذا مثال ثالث تقول ما هو النهار؟ ما هو النهار؟ هل النهار هو ظهور النور الفجري؟ أم لا؟ طلوع الشمس بحيث بمجرد أنه يظهر النور أنا أقول قد دخل النهار أم لا بد أن تخرج الشمس؟ هذه شبهة مفهومية قال وفي مثل ذلك لا بد من الرجوع للمجتهدي من أجل تحديد مفهوم الموضوع الشرعي ثم العمل عليه المفهوم يرجع إليه يرجع فيه إلى الفقيه قال أما الشبهة الموضوعية فهي التي يكون الاشتباه فيها ناشئا من اشتباه الأمر الخارجي مع تحديد المفهوم الموضوع شرعان المفهوم واضح أندي قد حدده الفقيه لكن هناك مشكلة في الموضوع قال كما لو شك أو شك يجوز الأمران كما لو شك في مقارنة شخص ما للذنوب الكبيرة يقول لا أدري لعله هذا قد اتكب الكبار لكني غير متأكد أشك بسبب هذا الشك بالتالي أنا أشك في عدالته قال كحبس الحقوق وترك الصلاة أو شك في كون المائع الخاص مسكرا بأي معنى فرغ يقول بالنتيجة المسكر هو ما يفقد العاقل جيد خير على خير لكني أشك أنه هذا السائل هذا المائع أشك أصلا أنه مسكر أو ليس بمسكر عندي شك في هذه شبهة موضوعية قال كما لو شك في طلوع الفجر أو الشمس وغير ذلك تقول أنا لا أدري طلوع الشمس جيد أنا أعلم أن النهار هو يكون بطلوع الشمس لكن لا أدري فعلا طلعت الشمس أو لا كما يحصل عادة عند المسجونين أعانهم الله تعالى قال وفي مثل ذلك لا يرجع للمجتهد كما قلنا البارحة هذه الأمور لا يرجع فيها إلى المجتهد لا أدري هذا قلناه أو لا تشخيص المجتهد في مثل هذه الأمور ليس حجه كثير ما تأتينا هذه الأسئلة يعني يأتي شخص ويقول هذا الشيء الذي على يدي يسألني هكذا هذا الشيء الذي على يدي مانع أو ليس بمانع النساء كثيرا ما يسألنا هذا السؤال هذه المساحيق التي نضعها بالنوعية الكذائية مانعة أو ليست بمانعة أنا ليس من تكليفي أن أشخص أنا أنا المسؤول ليس من تكليفي أن أشخص المجتهد ليس من تكليفي أن يشخص ولو شخصه ولو شخصه تشخيصه ليس بحجه إلا في بعض الموارد يعني هناك خصوصيات في بعض الأمثلة لا أريد أن أطيل في المسألة بالنتيجة هذه الأمور الشبهة الموضوعية لا يرجع فيها إلى الفقيه قال بل يوكلوا لتشخيص هذا العامر يعني يوكلوا لتشخيص المكلف نفسه بالعلمي أو بالطرق الظاهرية الشرعية الآن أنت علمت أن الفجر ضالعون الشمس تضالع عفوان جيد كيف علمت تقول خرجت في الشارع ورأيتها زين هذا المسكر عفوان هذا السائل هذا المائع هل هو مسكر أو لا تقول أنا علمت بذلك كيف تقول رأيت رجلا شربه وسكر بالنتيجة فهذا أوجب لي العلم بأنه مسكر أو لا فحصته بجهاز وهذا الجهاز مثلا أورث عندي العلم مثلا بالنتيجة هذا تكلفك الشرعي بالنتيجة تشخيصك أنت نفس الكلام نقوله في الغناء كثيرا ما نسأل يأتي شخص يقول لي شيخنا هذه القصيدة أغاني أو ليست بأغاني تشخيصي ليس حجة عليك ليس حجة عليك أنت لا بد أن تشخص أنا لا أدري بالنتيجة نحن أحيانا أيضا نحتاط بالنتيجة أيضا لا نعرف أن نحن بالنتيجة من المكلفين لا أفرق أنا عنك نفس الكلام فأنا عندما أرى هذه القصيدة الفلانية أشك فيها أتركها بالنتيجة أتركها وقد قلنا سابقا المسألة لا تقتصر على فكرة الحلال والحرام لا أنت تصور أن الزهراء عليه السلام جالس الحسين أني السلام جالس وأنت تشغل هذه القصيدة بالهاتف تصور هذا هل هذا لائق بهم أم لا طبعا حقيقة أحيانا أصلا لا يليقوا بكبارنا أصلا فضلا عن الأم عليه السلام يعني الآن لعله رئيس أشير إذا جالس لا يليقوا أن مثلا أشغل عنده بعض القصائد السريعة مثلا أو ما إلى ذلك مرجع من المراجع جالس وأنا بالنتيجة شغلت هذه القصيدة أمامه أستحي واضح وجدانا أنا أستحي نعم قال هذا وبعد هذا الشرح فمن الصعب جدا بيان الفرق بين معنى الشبهة المفهومية والشبهة الموضوعية بالنسبة للغناء صعب وطبعا كثيرا ما يخلط الناس بين الشبهة الموضوعية والشبهة المفهومية في الغناء يعني هم المفهوم غير واضح عندهم لكنهم يسألون عن المصداق قال نعم وشبهة الموضوعية بالنسبة للغناء كتبيا بنحو يفهمه السائل ونحوه من عامة الناس لا نستطيع أن نعطي شيئا عاما ومن ثم أعرضنا عن شرح معناهما واكتفينا ببيان حكمهما من أجل أن يضطر السائل للسؤال الشفهي ليتسنى توضيح الفرق له بالنحو المناسب لمستواه الفكري والثقافي ونسأل الله تعالى لكم التوفيق والتزديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسعة جمادي الأولى 1423 يعني تقريبا قبل 20 سنة في زمن نظام السابق المفروض يعني أو في بداية السقوط لعله في بداية السقوط نعم أريد أن أشير إلى مسألة أشار إليها السيد دامضله في هذه العبارة الأخيرة ومن ثم أعرضنا عن شرح معناها ليتسنى أفوا واكتفينا ببيان حكمهما من أجل أن يضطر السائل للسؤال الشفهي هذه نقطة مهمة ينقل ينقل عن سيد الحكيم قدس الله نفسه سيد محسن الحكيم قدس الله نفسه أنه جاء له أحدهم وقال له هذا المنهاج منهاج الصالحين الذي كتبته لا يفهمه عامة الناس وهذا إشكال إلى الآن نسمعه طبعا البعض يستغله ويهرج على العلماء ويستهزئ بهم هذا لا كلاما لنا معه لكن أحيانا المؤمنون يسألون هذا السؤال وأنا كنت سابقا قبل الدخول في الحوزة أيضا هذا السؤال دائما يتردد في ذهني لماذا هذه الصعوبة في المنهاج في منهاج الصالحين لماذا لا يكون منهاج الصالحين بصورة سلسة سهلة يفهمها جميع الناس بالنتيجة أو على الأقل أغلب الناس المستوى المستوى المثقف من الناس مثلا يقال أن السيد الحكيم قدس الله نفسه أجاب عن هذا السؤال قال أنا لا أريد أن الناس يفهمون هذا الكتاب بحيث يستغنون عن طالب العلم لا أنا أريد بنتيجة أنه الناس يشعرون بالحاجة إلى الرجوع إلى طالب العلم كي يسألوا وهذا حقيقة من حكمة العلماء أنا حقيقة لم أستشعر هذه الحكمة إلا بعد أن دخلت هذا السلك وأرجو من الله أن أكون طالبا بالنتيجة أنا لا أدعي أنه شيء في هذا المجال إلا نسأل الله أن يجعلنا من الطلبة إن شاء الله فعندما صرنا بالنتيجة من الطلبة أدركنا فعلا أن المسائل من التعقيد بمكان حقيقة يعني كثير من المسائل كنت أتصور أنها واضحة أنها بسيطة ولعله بعض الأخوة كان يسألني مثلا قبل أن أدخل الحوزة يسألني وأجيب وبعد ذلك تبين أنها بنتيجة لا الفهم لم يكن صحيحا التطبيق لم يكن صحيحا فلا يستطيع لا أقول لا يستطيع لا يمكن لا يمكن لشخص غير دارس في الحوزة دراسة بنتيجة مشددة وقوية وتحت أساتذة بنتيجة كفاء لا يستطيع أن يستغني عن طالب العلم عن الرجوع إلى طالب العلم بل حتى الطلبة حتى طلبة العلم في جملة من المسائل لا بد أن يرجعوا إلى فضلاء الحوزة بل حتى فضلاء الحوزة في جملة من المسائل يرجعون إلى مثلا المجتهدين بل حتى بعض المجتهدين بعض أولاد المراجع هناك بعض المسائل تطرح عليه بالنتيجة يقول أرجع إلى الفقه بالنتيجة أرجع إلى السيد الوالد مثلا إلى هذه الدرجة يعني تطرح على ابن المرجع وبالنتيجة نحن لا نعلم كل شيء باب الشيء بالشيء يذكر أحدهم سأل أحد العلماء لعله الكبار فقال له لا أدري سأله سؤالا فقال له لا أدري فذاك انزعج بالنتيجة كيف لا تعلم فقال له إذن لماذا تجلس هنا هو كان جالسا على كرسي لإفتاء الظاهر يعني كرسي لعجل أن يفتي في هذا المكان فقال له لماذا تجلس هنا إذا أنت لا تدري فقال له جواب لطيف جدا قال له هذا مكان من يعلم شيئا هذا الكرسي مكان من يعلم شيئا أما من يعلم كل شيء فلا مكان له الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم كل شيء فقط الله تعالى فهذا الكرسي بالنتيجة هو لشخص آدمي والآدمي بالنتيجة لا يعرف كل شيء ينقل عن السيد الحكيم قدس الله نفسه أنا أذكر هذه الأمور حتى هذه الثقافة التي عند بعض الناس عندما يقال له لا أدري يستنقص بالعكس إذا سألت شخصا وقال لك لا أدري فهذه علامة على أنه إنسان ورئ يخاف من الله تعالى إذا سألت شخصا ودائما كل ما تسأل يجيب بحيث ولا مرة قال لك لا أدري هذا المفروض أنه تخاف منه حقيقة المسألة بالعكس إلا بعض لهكذا الفطاح الذين بنتيجة يحفرون كل شيء ينقل أن السيد الحكيم قدس الله نفسه سيد محسين الحكيم قدس الله نفسه أنه سأله أحدهم بمسألة في رأيه يعني رأيه في مسألة فقال له قال لأحدهم لأحد الموجودين أنه يذهب ويأتيني بكتاب منهاج الصالحين منهاج الصالحين من هو المؤلف له السيد الحكيم هو الذي ألفه أصلا ليس مثل باقي المراجع من نتيجة أخذوا هذا الكتاب وعدلوا عليه لا هو الذي ألف الكتاب وهي فتواه فتواه وقد استدل عليها لعله كذا يوم وكذا ساعة مع ذلك بالنتيجة الفتوى لم يستحضرها وليس عيبا ليس عيبا من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله هكذا في نهج البلاغة و نعم لعله هكذا اللهم صلى على محمد والمحمد الرواية كثيرة في مسألة القول بدون العلم لعله الإمام الحسن أعفونا الإمام العلي عليه السلام في نهج البلاغة يوصي الحسن عليه السلام على ما بالوالي لعله هكذا يا بني لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل كل ما تعلم هكذا لعله الرواية وعدت روايات بنتيجة في هذا المجال نسأل الله التوفيق لأن نكون من الذين لا يقولون ما لا يعلمون ولا يقولون كل ما يعلمون وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين